ازاي حضراتكو عاملين ايه كله تمام ما تيجي نسأل سؤال هل كان عندنا قزمة اسكان مزمنة ولا كان عندنا قزمة اسكان ومش مزمنة ولا ما كانش عندنا قزمة اسكان اصلا والدنيا كانت جميلة وعظيمة وميت فل واربعتاشر طيب اسئلة طيب السؤال اللي بعد عملنا مدن جديدة طيب هل المدن الجديدة دي مفيدة هل حلت مشكلة هل حلت ازمة هل حلت كل الازمة جزء من الازمة طيب ما تيجي نسأل السؤال بشكل مختلف شوية الى اي مدى المدن الجديدة قدرت انها تعالج ما بين قصين اذا كان لدينا ازمة او ازمة مزمنة في الاسكان معنا داخل الستوديو نورنا ومشرفنا دكتور عباس الزعفراني استاد التخطيط العمراني اهلا بيك دكتور اهلا بحرارك ايه الاخبار كله تمام كله تمام افندم احنا كان عندنا ازمة اسكان افندم طبعا كان فيه ازمة ملحة ملحة ودي كانت فترة الستينات والسبعينات بدأت تظهر للنور الافلام كلها بتتكلم على الناس اللي بتتخانئ على شقة وكلنا عشنا الفترة دي انه فعلا مساكن اقل بكتير من احتياجات الناس وناس عائلات بكاملها عايشة في قوضة من شقة بحمام مشترك يعني لا طبعا احنا واجهنا ازمة اسكان لفترة طويلة جدا صحيح والازمة دي بدأت تتحل بالتدريج والنهاردة ما عادش فيه ازمة اسكان بالعكس نحن بقى فيه عندنا وفرة وفاق من الوحدات السكنية النهاردة سواء في المدن الجديدة او في المدن القديمة وخلاص كلمة ازمة الاسكان ما عدناش من اسمها يعني من ازمة ملحة مزمنة الى فاقد الى فاقد الى فاقد ده ممكن يبقى راس مال مهضر وممكن يبقى فرصة تستحق الاستثمار تقوم تخلينا نكسب مكسب اكبر حلو اه طبعا كان فيه ازمة وتحلت وتحلت انا المدن الجديدة اللي احنا عملناها في مصر وهذا الفائض من الوحدات لو صح التعبير السكنية وبقصد هنا السكنية بمعنى كلمة السكنية مش المصيفية ولا السياحية سكنية جدا هل اصبحت بتتماشى مع متطلبات الناس على اختلاف طبقتهم وعلى اختلاف تطلعاتهم آه بقى فيه تنوع كبير يعني فترة الستينات والسبعنات مثلا كان كل حاجة قريبة من بعض الناس كلها كانت في ظروف شبه بعض وما كانش فيه تغير كبير دول جايين من أصل ريفي حيسكونوا في عمرات دول جايين من أصل حضر حيسكونوا في نفس العمرات ما كانش فيه تغير النهاردة مصر بقى فيها تنوع كبير ما بين إسكان فاخر وما أكثر من ذلك وما بين إسكان بسيط جدا للناس البسطة العائلات اللي عايشة فيما يسمى مساكن جوازية اللي هي مقابر عشة مش عارفك بقوا قليلين جدا يعني حتى العائلات بكمالها اللي عايشة في قضاء واحدة قلت جدا فاحنا بقى فيه عندنا تنوع كبير سواء في المساحات في أعمار المباني في الطريقة بتاعت أنا بدفع ازاي أنا بشتري ولا بأجر يعني لاحظ حردك أن فترة لغاية الستينات كان الأصل في الإسكان هو الإيجار محدش بيملك مسكن المسكن اللي بنيه واحد مستثمر بيأمن مستقبله بأنه بيبني عمارة ويأجرها عشان أولاده يأكلوا منها بعد هو مدجرته تخلص أو يطلع معايشة ثم من الستينات بدأت الدولة هي اللي بتبني وبتأجر لقت نفسها مش قادرة تتابع موضوع الإيجار ومشاكل السكان فبدأت تبيع وبالتدريج تحول النمط إلى تمليك واللي بيأجر بيخسر شقته بسبب تثبيت الإيجارات وإن أنا ما بقدرش أخرج السكن فخلص مفيش حد بيأجر والناس كلها لازم تحوش وتستلف وتعمل عشان تتملك فعادنا في الفترة دي يمكن لغاية سنة 2000-2005-2010 لما بدأت تتحرك قوانين الإسكان وبدأت ترجع شقق تاني للإيجار فالنهاردة فيه شقق إيجار اللي عايز يأجر إيجار جديد أو ما يسمى بالإيجار القديم اللي هو عقد إيجار ممتد مدة طويلة قوي وبيتفع مبلغ كبير في الأول أو اللي عايز يشتريه بيقدر يشتريه مع فلوس وكاش أو تمويل عقاري أو تقصيد وخلافه فبقى فيه طرق مختلفة للتمويل في فترة كانت المناطة العشوائية بتقدم حل لأنه التمويل بتاعها تدريجي الرجل بيحوش قرشين واشتريه حتة أرض صغيرة قوي وبعدين يسدي ديون وبعدين يحوش قرشين ويبني دور وبعدين يسدي ديون وهكذا فكان بيبني بالتدريج فقدت طريق التمويل ثالثة أو ربع النهاردة لا تزال موجودة لكن الإقبال على البنى في العشوائيات بدأ يقل شوية كان فيه فورة كده من البنى في العشوائيات بالذات فترة الإنفلات الأمني فرصة الدولة مش فيقلنا دلوقتي بنوا معرفوش يتصرفوا في الوحدات فهدية حالة البناء العشوائي فالنهاردة احنا عندنا تعدد كبير في حاجات مساكن جودتها مش عالية في المناطق العشوائية وفي حاجات جودتها جيدة وفي متناول الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة سواء أسرة حديثة التكوين عندها داخل تقدر تأجر أو حد وصل لحالة الاستقرار المادي ومستعد يطفع قسط بقى كبير عشان يتملك شقة أو فيل أو خلافه التنوع ده الحقيقة ممتاز وما كانش موجود قبل كده بهذا الشكل فيه مساكن وفيه مساكن للجميع وكل واحد بالطريقة اللي يقدر عليها وهو ده الصح في الاقتصاد كويس جدا طيب أنا شفت البيوت والمساكن والعمرات اللي كانت بتنبني في فترة الستينيات وتحديدا اللي كانت الدولة بتتدخل لبناءها يمكن كان فيه حتى أشوف دايما مشروع كبير كان موجود في آخر شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وكنا بنسميه ما بين قصين المساكن الشعبية ده كان الاسم المتعرف عليه وبعد كده الدولة غيرت شوية فيه شكل النمط حتى بتاع التصميم المعماري بتاع المباني اللي بدأت تجنيها في فترة التمينات والسبعينات لكن ظلت طول الوقت ما كنتش أحس إن فيها جديد يعني عملية هم نفس الشارع حتى أرض طاضية من أملاك الدولة أو السكة الحديد أو يرحبنين عليها العمرات تقريبا هي نفس الشكل والمساحات الديقة جدا وأعتقد كانت أبعد من المفهوم اللي كنا بناخده احنا صغرين في المدرسة المسكن الصحي يدخله الماء والشمس والهواء ولا كان بيخللها شمس والهواء ولا بتاع والمسافات اللي بابين العمرات صغيرة جات الدولة مؤخرا بدأت تبني مشروعات كبيرة على اختلاف الأنماط الاجتماعية والأنماط المالية كيف رأى الدكتور عباس هذه المدن الجديدة بأنماطها بتصميماتها المعمارية بعلم التخطيط العمراني الحقيقة المدن الجديدة يمكن أكبر ميزة فيها إن مش الدولة اللي بتبني أغلب مساكدا الدولة بتبني جزء من المساكن وعادة عشان تسد احتاجات فئات اجتماعية معينة أو عشان تحط ما يسمى الخميرة بتاعت التنمية يعني أول مجموعة مباني تبنت حيسكنوها أول ناس حتبتدي تجيلهم الخدمات والمحلات التجارية وبتاع فالليه يسكن في المدينة بعد كده يلاقي المدينة شغالة وهكس المدن الأولانية في الجيل الأولاني كانت الدولة تقريبا بتبنيها كلها وتبيع أراضي للناس عشان تبني الناس بتتبطأ في البنى لما ربنا يفرجها بنسقق على الأرض وهكسا فكانت حمل ضخمة على موزنة الدولة وما كانش المباني بتتناسب مع احتياجات الناس كلها زي ما حضرتك بتقول بعد كده بدأت القصة لأ احنا بنوفر أراضي والناس تبني بطريقتها ثم بدأ من التسانيات تظهر فكرة الكمباونز أو أن أنا بدي الأرض لمطور عقاري هو اللي بيخطط ويقسم ويبني ويبتدي يبيع أو يأجر بالذات مساحات التجارية بتتأجر إنما الشؤة والفيلات بتتبع فابتدأ تبقى مش الدولة اللي بتبي التمويل مش طالع من الدولة وحتى الدولة مكادش ساعات بتبيع الأرض وساعات ما تبعهاش بتبديله الأرض مجانا وتشاركه في إنه في عدد من الوحدات هو حيبنيها حتى تملكها الدولة تباعها سواء لفئات محتاجاها أو تعوض منها التكاليف فابتدأ يبقى فيه نمط مختلف شوية إنه السوق هو اللي بيحكم إيه نمط المباني اللي بيتبني فبقى فيه تنوع على حسب احتياجات الناس لأنه لو مش عاجباني مش هاشتري فيه عرض كتير أقدر أختار لما ما كانش فيه عرض كتير لما كان فيه الشؤاء أقل من عدد الناس اللي عايزة شؤها أنا كنت باخد اللي قدامي وبس حلوة وحشة أنا باخد اللي قدامي لما تبقى فيه تنوع الناس بتنقي والمستثمر بيضطر يرضي أزواء الناس حصلت ظاهرة سلبية الحقيقة يعني خلينا نكمل في الإيجابيات الأول نمط العمران مختلف مساحات واسعة فيه جناين إحنا عادنا فترة طويلة جدا بنبص للجناين دي على إنها رفاهية لنملك إنه احنا نعملها أنا سمعت أحد المستثمرين كنا بنناقش تخطيط مساحات خضرة فأحد أسات زيتي قال لي بس خد بالك المساحات الخضرة ما بتتبعش المستثمر مش حيوافق أما اطرح الموضوع على المستثمر قال مساحات الخضرة ما بتتبعش بس بتبيع إنه البل والوحدة اللي بتطل على منطقة خضرة بتتبع أسرع وبتتبع بسعر أحسن بالنسبة للمستثمر أسرع دي ممكن تبقى أهم من سعر أحسن دورة رأس مهال فابتدى يبقى فيه مناطق خضرة وبتدى تبقى نقطة مهمة وبتدين بص لأ دا المنطقة الخضرة بتجيب فلوس مش مجرد عب على الميزانية ولا أرض مهدرة التغير ده كان إيجابي الناس كلها بقت عايزة تسكن في حتة فيها مناطق خضرة حتة فيها جنين عايزة بص على جنين عايزة شجرة عايزة شارع واسع فابتدى نمط العمراني اختلف أنا يعني اتخرقت من الكلية في التمانينات الناس كلها كتعايزة بتبني أي سندي وتبيع وخلاص وتسكن وخلاص لأ الناس بقى دا تعايزة جودة حياة مختلفة وهذا إيجابي انتقل إلى جزء سلب الحقيقة اللي هو بنسميه إعلان المكان ديكليرنج ستيتوس اللي هو التباهي باللغة البلدية خلص الفاشخارة أنا مش بسكن في التجمع الفلاني أو في الكونبونت الفلاني لأن أنا عايز أعيش في مكان حال وأنا عايز عشان أتباهى إن أنا ساكن في المكان دا والله أنا قلت الكلام دا في الحوار الوطني نصا آه يا فندم لاحظ حضرتك العالم كله مشي في اتجاه إن الاقتصاد العالمي مبني على الترفيه والتباهي بشكل رهيب تلاقي أكتر حاجات بتجيب عائد اقتصادي في العشرين سنة اللي فاتوا الحاجات اللي معتمدة على الترفيه السنة مع الغناء كرة القدم كرة القدم بقى الترفيه ما بقتش رياضة تلاقي أكبر شركة في العالم هي شركة أبل سلاش ديزني اللي هي بتنتج ترفيه وشركة أبل بتعتمد على إن منتجاتها على مال التباهي فابتدت ما ستيرس البزنس في العالم تدرس إنه العائد الأكبر وإنت بتشتغل في الترفيه وإنت بتشتغل في الماركات اللي بتدي بريستيج أصرف فلوس على إنك تبني الماركة مش إنك تبني جودة منتج والكلام ده أنا بشوفه أصدقائي اللي بتدريسه بلازم توروني أنا أقدم لك منتج يعمل ليبلنج لوضعك المالي والاقتصادي وبالتالي يدي لك شكل من أشكال المكانة الاجتماعية بصرف النظر عن الجودة بالظبط كده وهذا أصبح طيار كبير وهو ده أغلى بالناتج القومي الإجمالي لدول زي أوروبا وأمريكا والكلام ده معتمد عليه لغاية ما العالم أخذ الصدمتين اللي وربعت كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية الناس ابتدت الله ده المنتجات الحقيقية اللي احنا محتاجينها مش موجودة أنا هعمل إيه بالتباهي وأنا مش لاقي ورقة ولدت في بيتنا لأنه بينتج في الصي ما بينتجش في أوروبا وبعد أزمة أوكرانيا اكتشفنا أن الأمحة والضرة أغلى من الآيفون أنا مش قادر أعيش من غير أمحة الأهم الأهم الناس بقى تخش السوبر ماركت في لندن ولا في باريس ولا في فيينا اللورفوف معليهاش زيت ليه لأنه بيتعامل من الضرة أو من عباد الشمس اللي الاتنين بيجوا من أوكرانيا وروسيا احنا قطعنا واحدة والتانية وقفت العالم بدأ يتنبه أن لا الاحتياجات الأساسية اللي هي كانت أساسا لاقتصاد زمان واللي احنا نسناها واتشغلنا في القشرة بتاعة الترفيه وإعلان المكانة مش نفع وبانا أن الطاقة والمواد الغذائية هي الأساس بتاع الاقتصاد القوي رظيم فالنهاردة لما نيجي نتكلم على اقتصادنا بقى احنا هنكمل في السكة بتاعة التباهي وإعلان المكانة ولا هنلف ونرجع للإقتصاد الحقيقي أستأذن ناخد الإجابة دي بعد الفاصل الأخير معنا في الحلقة طيب احنا كنا في الفصل بندردش دردشة اجتماعية لو صح التعبير مع دكتور عباس زعفراني أساس التخطيط العمراني كل الترحيب وهرجع على السؤال اللي حضرتك طرحته احنا بقى هنمشي وراء السكة بتاعة التباهي ولا هنمشي وراء السكة بتاعة الأصلح ما عندناش اختيارات لازم ننتقل إلى سكة الأصلح لأنه الاقتصاد العالمي بيتغير الاقتصاد العالمي حطى على اقتصادنا ضغوط ضخمة جدا كلنا حسنها في حاجات احنا عملناها بأيدينا وفي حاجات التغير العالمي هو اللي فرضها علينا النهاردة احنا ينبص للتغير في العالم ده لأنه مصدر للأزمة وكفة أو نبصله كفرصة تخلينا نقدر نستفيد من اللي احنا بنناه وننتهز الفرصة بتاعة نقط قوتنا في وسط هذا العالم المتغير ونحقق مكاسب اقتصادية ونتحرك لقدام العمران واحد من أوجه الاقتصاد طبعا مش هو الوجه الوحيد هو المسرح اللي بتتم عليه التنمية هو اللي بتحصل عليه الأحداث أنا النهاردة لما شوف أنه أوروبا عندها أزمة الطاقة وإحنا عندنا طاقة كتير عندي فاقد أوروبا عندها أزمة إيد عاملة عندهم أزمة ديموجرافية عدد سكانهم وانا عندي فاقد أوروبا برد وإحنا دفن أنا عندي مقومات أوروبا النهاردة عندها أزمة في الصناعة بتاعتها الطاقة الرخيصة اللي كان بتجيلها من روسيا ما عادتش بتيجي وحتى لو الأزمة تحلت بعد سنة بعد اتنين بعد خمسة والطاقة راجعت هما مش حيبقوا متطمنين تاني كويس بعض المصانع بدأت تاني الأمريكا طب ما هي أمريكا عندها طاقة بس ما عندهاش بردو إدعملة الصين فيها إدعملة كتير بس ما فيهاش طاقة وابتدى يبقى فيه خلاف سياسي بينه وبين الصين طب ما وشمال أفريقيا هو المنطقة الأقرب لهم اللي فيها طاقة واللي فيها خطأة باشري وهم خايفين من الهجرة بتاعي ما كل الصناعة بتاعة أوروبا تبقى ليها فروع عندنا عندنا الفرصة النهاردة هم محتاجين وإحنا محتاجين وأقدر هنا أستغل كمال فوائد العمران اللي عندنا بالزبط أنا بقى عندي جوهرة التاج مدينة العالمين الله مدينة العالمين مدينة جميلة جدا مدينة عالمية بطبعتها بموقعها باسمها على البحر المتوسط فيها المينة مينة الحامرة مينة البترول اللي بسهولة ممكن يبقى فيه رصيف تجاري أو يتحولي مينة تجاري تبقى اسكندرية بلس تبقى دبي تبقى هونغ كونغ تبقى لندن تبقى لندن يعني مش عايزين نمشي في سكة لندن احنا مش عايزين نبقى دولة استعمارية ونحكم العالم لا لا مش عايزين الانفريالية خالص خالص ولكن في النهاية المدينة دي يقدر أي حد أوروبي يجي يعيش فيها المصنع لما بدين لاحظ هراك ان فيه فترة عندنا فرصة ان احنا نبني مصانح الشركات الأوروبية مش متحمسة تيجي تبني مصنع في عشر رمضان ولا تبني مصنع في برج العرب لان مديرينها هيعيشوا في مدينة مش ممتعة لكن عندي العالمين لكن العالمين مدينة ممتعة مدينة سياحية وجميلة وجواها حلو والفيو والتخطيط بتاعة كل حاجة فيها حلو نجيب الصناعة الأوروبية هنا نجيب المواطن الأوروبي اللي ممكن يبقى بيشتغل من البيت في الشتاء حيدفع هنا عشر تلاف جنيه إيجار الشقة هو هناك بيت عشر تلاف جنيه تدفئة بس لأ والشتاء بتاعي مزيكة بالنسبة له يعني ما عدوش في أزمة أنا بالنسبة له حاجة ولا الهواء الشتاء بتاعنا زي الصيف بتاع فإذا أنا أقدر أكتذب أن هما يعيشوا هنا في ظل أسمة الطاقة أقدر أكتذب أن هما يجوا ابنوا مصنعهم والقيادات بقى المسوقين والبتاع يعيشوا هنا في مدينة مبهجة وجميلة وممتعة الرصيد الإسكاني بتاع الساحل الشمالي اللي هو بيشتغل شهرين في السنة يشتغل السنة كلها صح فنشوف العالم بيحصل فيه إيه ونشوف اللي في إيدينا كفرصة نستغل بيها الظروف العالمية ده يخلي العمران بتاعنا مصدر دخل مش عبء بيتصرف عليه ونقول أصلا إحنا بنذني للناس الغلال لا ده العمران ممكن أصدر العقار بتاعي بالظبط أرجو إن إحنا يبقى لنا قادة تانية من نبع دكتور لأنه أنا مبسوط انبساط غير طبيعي بالكلام اللي أنا سمعته وعايز أستزيد منه قدر الاستطاعة الوقت الجري عشان المزيع رغيف أول الحلقة مضيع وقت كبير أتمنى إنه ما يكونش ضاعها بقا يعني لكن حقيقة أولا أنا أشكر حضرتك جدا واتشرفت جدا بجول حضرت معنا النهاردة اللي هي الشرف وأتمنى وقت حضرتك يسمح ونتقابل تاني في البرنامج نكمل على نفس هذا الحديث وتحديدا على مسألة أطر وفرص تصدير العقار المصري كل الشكر مرة تانية لدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني التخطيط العمراني يا سادة ليس مجرد تخطيط لمدن وحسب التخطيط العمراني هو مزيج ما بين المدني والعمارة والاقتصاد والاجتماع عشان كده اسمه التخطيط العمراني وقرأ بالمناسبة مقدمة ابن خلدون هتعرف أهمية العمران بالنسبة للمجتمع العالمي للمجتمع الإنساني لو صح التعبير خلصت الحلقة لحد كده للأسف الشديد والله لكن الحقيقة أنه كريم رمزي هينورنا حالا وبرنامجه رقم عشرة أكيد هيحتفي بالزمالك ولا إيه هكيمو وطبعا يحتفي بالمنتخب الأولمبي أكيد برضو هكيمو بس الزمالك بيحتفي دي قاوت حبتين ده عشان خطر أخوك يعني وبكرة لو كان لنا العمر إن شاء الله نقابلكم في نفس المعاد وبرنامجيكم التاسعة سلامت